مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل خبز لسميد. طريقة كتير سهلة وسريعة. فقط بالسميد. يلا على الوسط. سميد ناعم. نفس السميد اللي بنستخدمه للنمورة ولا البسبوسة ولا الهريسة. يكون ناعم. كوب ونصف سميد ناعم. 200 اجرام. اذا كان الخلاط صغير نخلي نصف كوب من السميد عند تشغيل الخلاط حتى يقدر يقاوم الخلاط. حفرجيكم بدأة الهلجات. واحد كوب ماء دافئ 200 اجرام. استخدم دايما نفس الكوب لنفس الوصفة. اذا كان الكوب صغير او كبير. نفس الكوب لنفس الوصفة. خميرة معلقة صغيرة خمسة جرام. ممكن عمل الخميرة البلدية بالمنزل. انا حاوض عراب التحت في صندوق الوصف. اذا انتو بتكو تعملوه بالخميرة البلدية. كتير هي روعة ومميزة. ملح نصف معلقة صغيرة او حسب الزوق. نطحن المكونات. وبنضيف نصف الكوب بالتدريج. تقريبا اخذ خمس دقائق طحن. يعني حتى يقدر يقاوم الخلاط لانه الخلاط صغير. ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. شايفين كيف? عجنة كتير سهلة وبسيطة. بعد خمس دقائق تصبح العجنة جاهزة. هيك بعد خمس دقائق اصبحت جاهزة. ممكن استخدام محضرة الطعام. اذا العمل كمية كبيرة. اذا انتو بتكو تعملو كمية كبيرة بتضعفو الكمية. بتكو تعملو ثلاثة اضعاف. مثلا هادي هيك كمية لثلاث اضعاف. تضربوها بتلاتة. هادي بتختصروا الوقت. زي انتو بتكو تعملو كمية كبيرة. هيك اصبحات جاهزة. نفس الشيء ونص الطريقة. ولكن هادي اسهل بالاخص لكميات كبيرة. بنوضع ورق الزبدة بنوضع على ورق الزبدة. يتم تشغيل الفرن مسبقاً 220 درجة مقاوية من الاعلى والاسفل. ممكن نوضع السمسوم او البزور هو اختياري حسب زوجكم. نترك العجنة الترتاح لمدة 15 دقيقة. بعد تخمير العجنة بعد 15 دقيقة نوضع العجنة بالفرن على الرف الاوسط. يجب مراقبتها المدة حسب نوع الفرن. وهذه هي المكونات اذا انتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. هيك اصبحت جاهزة. نتركها تبرد. كتير هو روعة مميز. لكل رغيف مية وستين سعر حرارية. لكل واحد. شايفين كيف كتير هو روعة بسيط. ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه المكونات تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص. انا لست طبيب مختص. دايما الانسان هو طبيب نفسه. شايفين كيف كتير هو. روعة. وليا وطري. كتير مناسب للحشي. بصراحة السمسم. اكلت كله لانو انا كنت جعاني. اكتر شي طيب عجبني. كله طيب ولكن السمسم هو اطير شي. اتمنى تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات لانو رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك. اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب. اسم القناة شايف نائل منشان نوصلكم كل جديد. في امان الله. اشتركوا في القناة